من الرياض ينضم إلينا العميد أسعد عوض الزعبي رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية أهلا بك سيادة العميد أنتم أجبتم عن هذه الأسئلة 29 هل علمتم إن كان الطرف الآخر أجاب عنها وعن مضمون الأجوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم مضمون الأجوبة للطرف الآخر بالتأكيد لن يعني لا نعلم عنها شيئا ولكن يعني بين التأكيد أن الأجوبة على هذه الأسئلة قد تم بالفعل لكن هناك بالتأكيد هناك خلاف ما بين الأجوبة التي رفعتها الهيئة العليا التفاوض والأجوبة التي رفعها النظام ربما في بعض النقاط الجميع يعلم أن هناك تقاطعات بين بعض النقاط التي أبدأنا إيجابية عليها منذ كنا بجنيب الجولة الأخيرة ونقاط كان هناك تحفظ عليها هذا التحفظ نقل للسيد ديمستورا ونقاط تم رفضها بشكل كامل وهذا شيء طبيعي يعني ليس بضرورة أن تكون كافة النقاط التي طرحها السيد ديمستورا مقبولة أو مرفوضة من قبل الهيئة العليا التفاوض وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة الشعب السوري نحن كنا يعني ميالين للقبول بما تحدث به سيد ديمستورا حول الانتقال السياسي وأكدنا على قضية هيئة الحكومة الانتقالية بكامل الصلاحيات إذن نحن متفقون مع سيد ديمستورا على الانتقال السياسي وأعتقد ربما هذا يعني أحد هذه الرسال التي يحملها سيد ديمستورا غدا بوصوله إلى دمشق نعم في حال لم يلقى ديمستورا عند الطرف الآخر في دمشق أي تعامل إيجابي مع هذه النقطة الأساسية التي تتمسكون بها وهي قضية الهيئة الحكومة الانتقالية بصلاحيات كاملة هل ستذهبون إلى جناف أم لا أختي الكريمة قرار للذهاب إلى جنيف أعتقد بالأمس الناطق باسم الهيئة العليا للتفاوض قد صرح بأن هناك موافقة بالذهاب إلى جنيف وسنطرح بقوة يعني ما نريده سنطرح قضية رحيل النظام بكل رموزه وكذلك الانتقال السياسي لهيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات هذا ما طرحنا وسوف نطرحه في كل اللقاء ولكن أنا ربما أريد أن أعرج على معنى زيارة ديمستورا إلى دمشق هل هي مفيدة بالنسبة للنعم هي ربما تعطينا ضوءا بأن ما ينقله ديمستورا للنظام هو دليل أنه أخذ جوابا من النظام بعدد من القضايا غير المطمئنة بالنسبة للديمستورا وغير المتوافقة أيضا حتى مع الطرح الروسي أعتقد أن ديمستورا بعد زيارته الأخيرة لروسيا واليوم يتحدث بزيارة إلى طهران والديمشق ويقول سوف ألتقي بمبعوثة سعودية وتركية إذن هو سوف يذهب إلى الطرف أو جهة الرافضة للحل إذن هو يحمل ربما طرح أو حلول قريبة من طرح المعارضة السورية وبالتالي الرفض أو عدم القبول يأتي من الطرف الآخر من طرف النظام ومن إيران ولذا هو يحاول أن يذلل بعض الصعوبات التي تواجهه في عملية الجولة القادمة وهذا ما دفعه للذهاب لهتين المدينتين دون الذهاب إلى الرياض أو إلى أنقرة هذا أولا من جهة أخرى يجب القول حقيقة أن السيد مستورا كان يتحدث منذ الجولة الماضية على أن قبوله أو ميوله باتجاه ما طرحه وفد المعارضة السورية حول نقاط كثيرا من النقاط كان رد السيد مستورا عليها إيجابي كثيرا من نقاط النظام كان رده عليها غير مقبول يعني سلبي وهذا أيضا أعطانا حقيقة أريحية كما أعطانا أيضا الجدية في خوض الجولة القادمة من المفاوضات طيب في ظل يعني عدم دعم الواضح من الولايات المتحدة دعمكم الواضح وطبعا روسيا ليست بجانبكم التعويل فقط على ديمستورا هل يمكن أن يجد نفعا؟ التعويل ليس على ديمستورا التعويل أولا هو على صمود شعبنا وعلى فصائلنا الثورية التي تقاتل في الداخل كان يظن النظام من فترة قريبة أنه يستطيع أن يضغط بورقة ما في التفاوض من خلال ربما ما غيره في الجغرافية العسكرية الجزئية بريف حلب الجنوبي أو ريف حلب الشمالي يعلم تماما أنه ربما بعد تخفيف الجهد الجوي الروسي بشكل بسيط استطاع الثوار استعادة الوضع إلى ما كان عليه أيضا يعني كان يعول كثيرا على المسرحيات التي ينسجها مع داعش أيقنا تماما أن هذه المسرحيات باتت مكشوفة لدى الجميع وبالتالي هاتين الورقتين التي كان يلوح بهم النظام من أجل خوضي في الجولة القادمة أعتقد أنهما أصبح ورقتين يابستين ليس لهم أي أخضرار أو نفع الآن ربما أصبح النظام إما يبحث عن ورقة ثالثة وهي كانت أيضا ساقطة قبل أن تبدأ ألا وهي الانتخابات التشريعية الآن النظام يعلم تماما أن مباحثات السيد ديمستورا بموسكو الأخيرة أعتقد بدأت تشير إلى حتمية تكنيس بشار الأسد ونظام حكمه والدليل أن ديمستورا لن يلتقي مع بشار الأسد سيلتقي مع وليد المعلم وهو معروف تماما أن وليد المعلم ليس صاحب قرار إنما سيد ديمستورا بالتكيس سوف يمليه بعض التوجيهات التي أخذت من موسكو أو بعض ما اتفق عليه بالجولات المكوكية التي جرت ما بين السيد كيري ولافروف وهذا أيضا كما ذكرت لكيس فقط من أما أن نعول على جانب أمريكا أو نعول على ديمستورا فهذا بتأكيد محال تماما بعض التسريبات تقول بأن النظام أو بالأحرى روسيا تقول بأنه يجب مناقشة موضوعين أساسيين في الجولة المقبلة وهي تشكيل مجلس عسكري مشترك وأيضا تعديل الدستور هل أنتم في هذه الأجواء؟ أختي الكريمة كل ما يتحدث به الروس نحن نقول أن ذلك ربما ليس فقط عراقيل بل أكثر من عراقيل يطمح الروس بأن يحصلوا على المزيد من المكاسب الهيئة لعليل التفاوض وعلى بقراراتها التي أوكلتها لوفد التفاوض والتي هي بدورها أيضا هذه القرارات هي قرارات الشعب السوري كانت واضحة تماما لا مجال إطلاقا عن التنازل عن ما طرحه الوفد حول الانتقال السياسي لهيئة حكم انتقال كامل الصلاحيات وهو الذي بدوره يتولى تشكيل هيئة عسكرية أو مجلس عسكري أعلى بمرحلة انتقالية يتولى أيضا جمعية أسيسية وبالتالي إعداد دستور يتولى قامت مؤتمر حوار وطني إذن كل هذه الإجراءات وهي ضرورية بالتأكيد سوف تكون لاحقة لما بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات والسلطات إذن مفتاح العمل يبدأ من هنا ولكن قبل أن يبدأ من هنا من المفترض هم يرون العكس بأن هذه الهيئة التي تطالبون بإنشائها ليس لها سند أو أساس دستوري وبالتالي لا يمكن أن تكون هي الأساس لأن ينبثق عنها كل ما تتفضل به كنا نتمنى الحديث عن الدستور والأساس الدستوري لنقول هل حافظ أسد عندما قام باغتصار السلطة في سوريا هل كان الدستور يسمح له بذلك قام بتغيير الدستور مباشرة أم هل كان الدستور يسمح لبشاء الأسد عندما كان طفلا بالرابع والثلاثين من عمره كان يسمح الدستور له بأن يقتصب السلطة بل قام أيضا بتغيير الدستور خلال عشر دقائق وغيره خلال ما بين العام 2000 إلى العام 2012 حوالي ثلاث أو أربع مرات إذن لا نتحدث عن الدستور من يريد أن يتحدث عن الدستور عليه أن يتحدث على أن الدستور عام 1950 والذي أقره الشعب السوري بعد الثورة بالاستقلال كان من المفترض أن يبقى هذا الدستور حازما أو يبقى هو الفاعل خلال هذه الفترات الزمنية ولو كان العمل بمقتضى هذا الدستور لما كان حفظ أسد ولما كان بشاء الأسد وصلنا إلى ما وصلت عليه البلاد حاليا إذن حقيقة نستغرب عندنا الحديث عن التزامات دستورية أو دستور نحن ما نتمنى وما نريده نحن تنفيذا للشرعية الدولية التي أقرى تماما بنقاط جنيب واحد الست التي تقتضي بانتقال سياسي لهيئة حكم الانتقال الكامل والصلاحيات هذه شرعية دولية هذا قرار مجلس الأمن نحن لا نطالب إلا بتحقيق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن هل هذا مخالف؟ بالتأكيد لا وعلى مجلس الأمن أن يتبنى هذه القرارات ويعيد حقيقة تنفيذها أو يؤكد على تنفيذها تحت أي بند يختاره لكن نريد تنفيذ الشرعية الدولية أما الحديث عن دستورية ودستورية أعتقد كما ذكرت لك قبل قليل هي عبارة عن عراقيل فقط للمماطلة والتعويل على الزمن وأيضا ربما للحصول على مكاسب أكثر هذا ما يطمح ويطمع إليه الجانب الروسي هل حلت مشكلة أخرى بالشكليات إذا صح التعبير وهي من أو من سيكون أعضاء الوفد الذي سيمثل المعارضة كانت روسيا تدعو إلى توسيع هذا الوفد وكان هناك أنباء أو تسريبات على أن الأمريكيين قبلوا بهذا الموضوع هل لديكم أي معلومات في هذا الإطار الروس تحدثوا أكثر من مرة والجانب الأمريكي قبل أم لم يقبل قرار الهيئة العليا للتفاوض وقرار السيد المنصق العام كان واضحا برسالته إلى وزراء خارج هذه الدول والدول الأوروبية وفد الطفاوض لا تغير فيه لن نقبل بأي عناصر أخرى إن كانوا يتحدثون عن مؤتمر القاهرة فلدينا أربعة من مؤتمر القاهرة ممثلين إن كانوا يتحدثون عن مؤتمر موسكو فلدينا أيضا أربع أعضاء بالوفد من مؤتمر موسكو أما الحديث عن محميميم والوستانة وهذه التشكلات وخاصة ربما عناصر لا نعرفها هي سورية أم غير سورية هذا طبعا يعني هراء غير مقبول تماما لكن أتحدث بالمنطق الآخر المنطق الذي يقول أن وفد الهيئة العليا للتفاوض هو يمثل الشعب السوري ويمثل الفصائل على الأرض الفصائل التي تعمل والتي بيدها صنع القرار وبالتالي هل يستطيع أحد من هؤلاء الذين تجلبهم روسيا لا أدري من أين طبعا يعني لكن الذين تجلبهم روسيا أو يجلبهم ديمستورة أو غيرهم هل يستطيعون أن يغيروا شيئا الأرض هل يستطيعون أن يضمنوا الهدنة في مكان ما هل يستطيعون إيقاف إطلاق النار أو تغيير شيئا على الجغرافية العسكرية بالتأكيد لا إذن من يستطيع تنفيذ هذا القرار ومن يستطيع صناعة القرار وهم الثوار هم من أوكلوا هذا الوفد لأنهم جزء كبير من الهيئة على التفاوض وبالتالي لا يحق لأحد منطقي أن يتحدث عن شيء يسمى وفد التفاوض إلا الوفد الذي انبثق عن مؤتمر الرياض التي أقرت به 17 دولة بما فيها توقيع روسي وتوقيع الولايات المتحدة الأمريكية نعم شكرا جزيلا لك العميد أسعد عواد الزعبي رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية كنت معنا من الرياض